موسيقى الله يسعد لي مساء احلى متابعين بكل العالم كيفكن حبايبي ان شاء الله تكونوا بيارف خير يا رب اليوم باذن الله تعالى بدي حضر معكم بسكويت الشوفان الصحي ليش عم اقول انا صحي لانه ما بدي استخدم فيه ولا زرة سكر بديل التحلية بدي حط دبس التمر واذا ما بتكون تحطوا دبس التمر بامكان كون تحطوا عسل وشوفوا مكونات وشو مغزية ولذيذة هلا بالبداية هون عندي انا ثلاث كاسات من الشوفان تقريبا يعني بيطلعوا نص كيلو انا بصراحة ما عد جبت ابدا ابدا من الجاهز لانه الجاهز عم يجي ناعم وانا حابة هيك يكون يعني رقاية تمام فبشتري انا بالفرض بيطلع هيك شكلو رقاية فالثلاث كاسات من الشوفان وعندي كاستين من اللطحين وعندي اربع بيضات هلا هون البيض اللي عندي انا حجما صغير شايفين انتو اذا عندكن حجم البيض كبير فحطوا تنتين بيكفي وعندي هون قالبين من الزبدة كل واحد ميتين جرام يعني هون عندي اربعمائة جرام من الزبدة وعندي كاسة من حليب البودرة ورشة ملح وعندي فانيليا وبيكن بودر وعندي هون لوز وزبيب هدول اختياري فيكن تحطوهم وفيكن تلغوهم هلا الزبيب انا بدي حطوه هيك متل ما هو بس اللوز بدي كسره لحتى يصير يعني ناعم اكتر ويدخل بكل المكونات وهلا بدي اخلط المواد الجافة مع بعضهم الشوفان والطحين هلا رشة الملح وحليب البودرة وهلا بقلبون وهلا بدي ضيف فوقن الزبدة وبيدي اعملهم هيك باديي لحتى يصيروا يعني مثل الرمل تقريبا وهي الزبدة بتتكون بحرارة الغرفة لحتى تصير معناها سهلة يعني وبهذا الشكل بيكونوا صاروا جاهزين شايفين هيك بقصد أنا يعني انه مثل الرمل مثل فتاة الخبز يعني بهالشكل هلا بدي اعمل هلا بدي حط البيض والفانيليا والبيكن بودر بالخلط يعني اسرع وبعدين بضيفون فون وانسيت تقولكن انه أنا الزبدة اللي مستخدمتها هون هي زبدة نباتية منه اخف دسام وتاني شيء اوفر وهلا بدي حط البيض ما قتلكون حطيتون أنا بالخلط يعني شان السرعة وهلا بدي نزل الدبس الدبس تقريبا كاسة كبيرة وهلا بحط لزبيب مثل ما قتلكون هدول الاشياء اختيارية وهلا اللوز كسرتوا بهذا الشكل يعني ديها شوي خشين ما بديها كتير ناعم وفيكن تحطوا انتو مثلا جوز او فستو اعبيد بس اهم شي الفستو اعبيد اذا حابين تحطوا فيه تحمسوه شوي بالفرن وهلا بدي اخلطهم لحتى يصيروا معي عجينة حبايبي وهيك العجينة صارت جاهزة هلا بدي دخلها على البراد تقريبا ساعة ونص لحتى يعني تتماسك معي العجينة تمام لان نحنا هون حاطين الزبدة بحرارة الغرفة هلا أنا بدي ارجع دخلها على البراد لحتى ترجع الزبدة تتماسك يعني بدي تقسى معي شوي العجينة وبدي اقلكن ملاحظة نوعية لطحين بيختلف من بلد لبلد حتى الشوفان ففي حال انت طلعت معي العجينة مثلا ليني ليني كتير فيك تضيفي اما شوفان او طحين والافضل تضيفي شوفان لانه هو اسمه بسكويت الشوفان اما اذا كانت بالعكس العجينة كتير معي كاسية ما عمقلكون حسب نوع الطحين او الشوفان فيك ترجع تضيفي مثلا شوي من دبس التمر او تخففية شوي بحليب تمام بس هاي المقادير مية بالمية يعني اذا كان عندك الشوفان تمام ولا طحين مثل اللي عندي بتلاقي العجينة ممتازة جدا هلأ ساعة ونص برجع لكم ومن بعد ساعة ونص شوفوا كيف اسيت معي العجينة تمام وهذا المطلوب انا بديها هتكون شوي قاسية وهلأ بعملها بشكل كورايت وبصفه وباعد المسافة بيناتهم بهذا الشكل هلأ شوفوا لحتى اعطيها بس هيك شكل صغير يعني بس بضغط شوي بالشوكة وبتركها على راحتها لأنه هلأ هي بالفرن بتكبر وهيك صاروا جاهزين لازم بهي المرحلة تكون العجينة باردة كتير وقت ندخلها على الفرن يعني لازم تحمليها هيك تكون متماسكة وما ينتزع معك الشكل أبدا في حال ما كانت معك باردة فيك تدخلي الصينية هيك مثل ما هي على الفريزر لحتى تبرد وهلأ بديدخلها على الفرن على حرارة 180 والفرن شاعل من فوقه من تحت مع بعض والصينية بالوسط في حال كان عندك الفرن ما بيشتغل من فوقه من تحت مع بعض بتحطي الصينية بالوسط وبتشغلي الفرن بس من تحت لما ياخدوا اللون الدهبي من تحت بتطفي من تحت وبتشعلي من فوق وهي أول صينية صارت جازة شفتوا ليش قلت لكم أنا أنه لازم تكون العجينة باردة وقت نحطها بالفرن لأن هي فيها زبدة وقت نحنا من جمد الزبدة وبعدين مندخلها على الفرن فالعجينة شو بيصير فيها بتتفاجأ يعني بس تتفاجأ بتشقق معنا يعني أصول هذا البسكويت إنه يكون هيك مشقق وهلأ أشوفوا من جوة كيف مثل الكاكة هنجد كتير كتير طيابي عاريت تتجربوها وتخبروني بالتعليقات وهيك بسكويت الشوفان الصحي صار جاهز عن جد طعمتهم بتاخد العقل يعني بكل لقمة بتاكلوها بيطلع زبيب و لوز وما شاء الله طلعوا كمية كبيرة يعني لسه في أدهي الكمية بمرة تانية وطبعا عدد البسكويتات بتعتمد على حجم الكرات وقت كنا عم نشكلهم يعني كل ما كبرنا الكرات بيطلع معنا كمية أقل والعكس صحيح كل ما زغرنا الكرات بتطلع معنا كمية أكبر وتذكروا أنه العجينة بدا تكون باردة كتير أثناء مع منشكلهم لحتى تطلع معنا مشققة بهذا الشكل ولهون حبايبي بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو بشكركم كتير على حسن المتابعة وبشوفكم فيديوهات جديدة بأمان الله باي باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة